اهلا وسهلا اسبوح حمل معه العديد من الاحداث تخفيض الفائد من الصين تثبيت الفائد من نيوزيلندا والاشارة الى الابقاء على فوائد مرتفعة طلب الحماية من الافلاس من عملاق مطور العقارات الصيني افاري جراند انكماش مبيعات التجزئ من بريطانيا بسبب الطقس وضغوط التكلفة ثبات التضخم في اليابان عن 3.3% بينما ارتفع التضخم في كندا لمستويات 3.3% من 2.8% اما الاهم كان من محضر الفدرالي الامريكي واللي اشار للمخاوف من الضغوط التضخمية التصاعدية وبالتالي الاسواق بديت تعتقد بامكانية استمرار الفائد المرتفعة لفترة زمنية اطول وليش لا يكون في رفع فائد اخر قبل نهاية العام بناء على الارقام الاقتصادية وعلى المستثمرين متابعة عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في جلسة الاسبوع القادم اولا والاهم ندويت جاكسون هول واللي هي عبارة عن اجتماع رؤساء البنوك المركزية كل تأكيد تصديط الضوء رح يكون على اي اشارة او اي دلالة لتحركات البنوك القادمة بما يخص السياسة النقدية طبعا ثانيا اجتماع بنك الصين الشعبي واللي ممكن يحمل معاه تخفيض الفائد ايضا على ادوات القروض لأجل العام والخمس اعوام ثالثا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي واللي بواجه الانكماش في القراءات السابقة ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لامريكا واوروبا وبريطانيا وبكل تأكيد رح تكون الانظار لقمة بريكس لمعرفة خطة التوسع للمجموعة وفكرة العمل الموحدة وتوجهات دول المجموعة واللي هما طبعا البرازيل روسيا الهند والصين جنوب افريقيا ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم نبدأ مع تحليل الذهب كنا قد تحدثنا سابقا عن امكانية تداولات سلبية بالنسبة للذهب كسر مستويات 1903 واعادة اختبارها بنجاح مستويات مقاومة سعرية تعتبر قوية المتوسط المتحرك الميتين البسيط على الفريم اليومي ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 1904 إلى مستويات 1914 كمنطقة مقاومة سعرية قد تدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1883 ثم مستويات 1874 ثم مستويات 1850 بالنسبة للذهب ننتقل لتحليل اليورو اليورو كنا قد تحدثنا أيضا عن ميل سلبي بعد كسر مستويات الترند الصاعد كسر مستويات الترند الصاعد والتداولات السعرية أدنى مستويات 1950 بالنسبة لليورو قد يشكل ميل هبوطي نحو مستويات 1835 1770 ثم مستويات 10700 الفيقر بالنسبة لليورو طبعا ثبات التداولات السعرية أدنى منطقة المقاومة السعرية 950 مهم جدا لتشكيل الميل هبوطي بالنسبة لليورو ننتقل لتحليل الباوند الباوند تداولات سعرية عرضية في آخر الجلسات تداولات سعرية داخل مستويات القناة السعرية الهابطة لذلك بما أنه التداولات السعرية داخل منطقة القناة السعرية الهابطة فإمكانية تشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 2650 ثم 2570 بالنسبة للباوند طبعا شرط أساسي ثبات التداولات السعرية داخل القناة السعرية أي اختراق للقناة السعرية بشمعة 4 ساعات يعني التداولات السعرية أعلى مستويات 2770 قد يدفع الكابل لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 2870 ثم مستويات 1 2960 بالنسبة للكابل طبعا تداولات السعرية حاليا داخل القناة السعرية ننتقل لتحليل أليان كنا قد تحدثنا عن إمكانية تشكيل ميل صعودي باختراق مستويات 145 لاحظنا ضرب المستهدف 146 30 أو منطقة المقاومة السعرية لذلك حاليا قد نميل إلى تشكيل ميل سلبي خاصة بعد تشكيل الانحراف السعري السلبي للقمم السعري وقمم مؤشر الماكدي لذلك قد يمر الان لتشكيل تصحيح نحو مستويات 143 65 بشرط ثبات التداولات السعرية أدنى 146 30 طبعا عند اختبار مستويات 143 65 ثباتها بشكل قوي على المدار اليومي على الفريم اليومي عدم إغلاق يومي أدنى مستويات 143 65 قد يدفع اليومي لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 145 ثم 146 30 أي كسر لمستويات 143 65 قد يكون هناك مزيد من التصحيح بالنسبة للي اليومي ننتقل لتحليل الأوزي الأوزي كنا تحدثنا عن إمكانية الميل الهبوطي حاليا تداولات الأسترالي أدنى مستويات منطقة المقاومة السعرية 65 15 إلى 64 90 لذلك ثبات التداولات السعرية أدنى قد نرى ميل هبوطي آخر بالنسبة للأسترالي نحو مستويات 62 95 ثم 62 20 شرط أساسي طبعا ثبات التداولات السعرية أدنى منطقة المقاومة السعرية 65 15 إلى 64 65 ننتقل لتحليل النفط النفط أيضا كنا قد تحدثنا إمكانية تصحيح النفط في حال كسر خط الاتجاه الصاعد كسر خط الاتجاه وتشكيل ميل هبوطي نحو 79 50 لخام غرب تكساس لذلك حاليا تداولات السعرية أدنى مستويات المقاومة السعرية 80 ونص 80 50 قد يدفع النفط للمزيد من التصحيح نحو مستويات 78 15 ثم 77 بالنسبة لخام غرب تكساس نختتم مع تحليل مؤشر الداوجونز داوجونز كنا قد تحدثنا عن منطقة الدعم السعري القوي الـ 34 630 إلى مستويات الـ 34 290 منطقة دعم تعتبر قوية جدا حاليا مستويات المؤشر الداوجونز لذلك ثبات التداولات السعرية أعلىها قد يدفع الداوجونز نحو تشكيل ميل صعودي نحو مستويات 34 915 ثم 35 490 طبعا كسر مستويات الدعم السعري قد يدفع مؤشر الداوجونز للمزيد من التصحيح خاصة بعد بناء شمعة أسبوعية هابطة قوية بالنسبة للأسبوع الماضي بالتوفيق